أطعت بلبنان وقداش درسين بالتاريخ يعني مرحلة صعبة أنا بسميها المرحلة عم نعيشها أضرب من الحرب يعني المرحلة الاقتصادية اللي عم جوعونا فيها بس دايماً عنا أمل نحنا دايماً مقول شو السر؟ إنه شو السر نحنا بضال نقول نحنا منتخطى ومنقدر نتخطى ونحنا منرجع عن جديد بيضال في عنا هالأمل وهالتفاقل تسأل شو السر العالم بيسأل شو السر هاللبناني؟ السر إنه ما فينا الحياة بدأت تكمل ها قوى الشغل الحياة بدأت تكمل وإذا بنا نعرف كيف أنا تتأقلم مع هالشغل كتير عم نمر بشي صعب وبنا نجرب كمان إذا ما قدرنا يكون عنا هيك أمل صغير نضمنا نشوف غيرنا كيف عم بعيش وفي غيرنا نحن نقول كتير خير الله مصالب يدنا عوجنا نشوف غيرنا كيف عايشين بهالتاعتير يعني دايز زيد الفقر بلبنانك لما تقطع على الطريق يعني إذا بدك توقف على كل إشارة تعطي حداً كل واحد عم بيطلب بإيد يعني ما صاري يعني تتفرق أنت قد ما في فقر بلبنان عن جد شي جورج كيف بتحول أنت هيك تعيش أجواء الميلاد خاصة أن السنة نحن بيظروف استثنائية استثنائية سبيرة أنا يعني هالسنة كتير زالين لأنه بش عامل كونسير لأنه أنا كل سنة بعمل كونسير إجمالاً مع باسكال سقر مادام بطفحي بوجهلة تحية وقات الحالي كمان كنا دايما نديو نشكراً تجتمعوا على الميلاد عالميلاد فبقى هالسنة عملت بس هيك لايف ستريمين كلنا غنيتين انطلقت الكليب طبعولي طبعول غنيتة الجديدة وغنيت غنية بالفرنسوية بالفرنسوية عن السلام بس أنا بحب وقت أبدأ عامل كونسير يكون في لهفة كمان في حضور والسنة كورونا إذا وحد قاعد هون وحد قاعد هون وحاطة ماسك وهيك يعني إذا بده شوف دحكته للشخص ما فيك تشوفيه كيف هم يتفاعل مع الله فيك تشوفهم طبعا خليني خلي الزكريات الحلوة هي بحس مرحلة تقطع يعني وسن تجي إن شاء الله يا رب نعيد أحسن وكون وعده على لبنان أحسن وأنا بالنسبة إذا ما عملت كونسير ما فين عاموا شي تاني قدر فرح أكيد حيكون عند الزيارات لجمعيات وهيك لو حغني لايف من هونيك للولاد الصغار توزيع هدايا هدول أكيد هاو ما رح يغيبوا الصين لو غيب الراسيتال ما بيغيب قراد ينبلشين قراد أصلا عم برقد فيهم يعني في جمعيات أصلا عم برقد يعني ما مدنا نسمي من الجمعيات عم تساعدوا قصت بش بس مصاري قصت أدوية قصت أدوية قصت رز الحاجة كبيرة والموجود جورج خلينا نقول أنه فيهم كمان المستمعين فيهم يصيروا مشاهدين فيهم كمان يشوفون على صفحتنا أكيد أنا بوجه لهم ألف تحية شاء الله تكونوا مبسوطين معنا يا رب Voice of Lebanon 100.5 عيد سعيد عيد سعيد يعني منرقص على هالغنية منحبة كتير وهلأ عم نسمعها بتوزيع جديد وبكلمات جديدة مظبوط هلأ التوزيع بدي تشكره لمايسترو خاتشيك مرخسيون يعني هو يعني هو هيدا لحن عالمي بس إذا بتسمع هو شو عامل فيها التوزيع بتقولها هاي غنية كأنه طلعت جديدة هو عمل التوزيع سجلت عنده بالستوديو والأرانجمنت والميكس والماسترين كله والريكوردين كده عند خاتشيك مرخسيون ليش اخترت هيدا الأغنية بالزيت هيا لأنه بحسها كلها أجملا فرح ومع أنه هيدا مغنيا يعني ما في حدا منه مغنيا مش بس لبناني يعني بدول العالم بدول العالم كله وبكذا لغة بالإسباني وبالتلياني شو ما بدك بالياباني وبالصيني يعني مغنيا بجميع اللغات تقريبا فبقى أخدتها الريسك أنا ومغنيا باللبناني يعني مع السيدة فيروز ومع هكذا كذا حدا يعني بغنينا بس حبيت هيك أنا تطفي شوه آخر يعني آخر علي ستيلهاوس قلت له لخاتشيك قال لي بعمل لك ياها ستيلهاوس حلو هيك والأرانجمنت يعني إذا بتسمع كذا مقطع منها ما بتزهع بتحسي بدخلك بتحسي غني جديد ما بتقدر يعني هيك لأول وهلة ما بتقدر تربط بين الأغنية الأصلية والأغنية هلأ يلي أنت عم تغنيا بالتوزيع الجديد يعني بدك وقت وأنا كنت بوقتها ما كنت طلعت معي أنه أنا كنت بدي غير غنية أعمل كنت أنا عم بشتغل علي أنا عم بلحنة وأنا ما رأت بظروف صحية ما قدرت قالت خلص ما لح أقدر تكملها وبيدي أرجع بدي نوطها وبيدي أعمل وبيدي أبعثها وقلت خلص خليني أشتغل على هاي دي أورادي بيعرفها معروف معروف لأخذ شيك وعملنيها وطلعت دغرك تعامل عملية يعني وطلعت خابرك رحت على السيديو بعدني موجوع وغنيتها وغنيتها بفرح لأنه مبسوط أنه خلص يلا يلا عرب العيد وبيدي أدائلا نزلت هالأغنية صالت جماعتين جماعتين تقريبا كيف تلاقي تفاعل الناس الجمهور معك يعني عن جد كتر خير قال لهم مع أنه أنا يعني إجمالا ما بالإزاعات ما كتير يعني في عندي كم إزاعات بحبهم هني بايت هني الفيديال أولون وإزاعاتين ما بدي سمي كم إزاعات ما فبقى أكتر شي بستغرج سوشيال ميديا فبقى كيف لقيتها تفاعل كتير كتير وعم بمرق بكذا محلات مولات وهيك عم بكونوا حبتين فبقى بمبصت أنه هالتفاعل يكون هالأغنية قداش هالأغنية يعني بتدخل فرحة لقلوب الناس والصغار والكبار كلهم بيغنوها كلهم بيعرف بس كلمتها بعض جداد يعني كلمتها جداد لحقوا العالم وهيكي يرجعوا يغنوا الكلمات اللي أنت وضعتها مضبوط لأنه أنا نقات كلمت أصلا تكون هيني تركب على اللحن دغري وكيف عرفت أنه لاحي يحبوها لأنه حطيت كمان كلمت بالإسباني قلت له لاخد شيك نعمل شي ميكس بالإسباني وباللبداني قالت أول ما سمعتها لتلميزة فأنا بعلم بمدرسة بعلم كذا صف كذا لفل يعني فبقى كانت تفاعل أنه دغري لقاتوا لقاتوا الكالينات مع الموسيقى دغري وخاصة فرجعتهم مع الكليب لصورته فبقى كان هيك يعني عدلنا إيها عدلنا إيها عم بيخبر لعمل شي تاني رح يقلط العيد مبانيش بشي فبقى كانت أنا دايما عامل عمل دايما بسمعه لتلميزة بشوف الرياكش تابعونه الولد كتير سميع وكتير يعني يا دغري بيلقاط شي بيقلك حلو فبقى بده والولد هو اللي بيعود أهله أنه لا بدي اسمع هيدا الأغنية فبيلقاطوا ممكن الأهل لأنه إذا كان اللحن قريب وميلوديو دغري بفتعة قلب الولد دغري جورج صورت فيديو كليب مظبوط كمان كمان أنا ما كنت بدي صورها أنا كنت لأنه كمان مرحلة كنت تعبين فبقى قال بس بدي أخد صور رحت عند نادا عبدالنور بوجه لتحيي ايمن بوجه لتحيي لنا حبيبة قلبي صورتنا أحلى صور باستيديو عندها فبقى قالت لأ لازم صورها كليب صار قلولي لأ جورج كتير حلو الغنية صورها كليب قلت عمي ما عندي وقت قبل بيومين قلت له حكيت رفيقه هاروت كالانجيام بقدم له تحيي قال لي جورج ما تعطي لهم بصور لك هذا كذا شات وقال أنه في شركة الانجي ام بروداكشن بأمريكا كمان حبوا كتير الغنية وهايك بعدت لهم إياها بعدت الشطات قالوا لي أوكي لكن نحن نشتغل لك عليها وزيدوا عليها يعني ناجي منذ لأ الإدتينج عن جد شابوباء الألوان شفنا الألوان وكل هالشغل العمله عن جد thank you thank you so much من قلب لناجي منذ للشغل العمله قداش برأيك الغنية مع الفيديو كليب يعني لما يكونوا اتنايناتهم حلوين وفيه فيه صور ويعني للولد فرح وألوان فرح والولد مبسوط هلأ بنذكر السوشال ميديا عندك إذا فيوني فوتو كمان يشوف أكيد أكيد بحطوط على السوشال ميديا جورج مانوكيان بفوتو فبقى يعني الولد حتى الولد ده بيومبصت فيه للكليب هو عم يحضره تهيضل يقالك please عادي 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 الصور قد منا حلو بأميركا العمالية كل شي كل شي نجي 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 هن استلموا العمال والإددين كلها ناجي من ضلع عن جاتش يعني بيبقلوا مرسي كتير يعطيون ألف عافية خاني أقول صباح الخير كمان من أميركا عم بيحكونا صباح الخير يصعد أوقاتكم صباح أحلى صوت لبنان كمان حبيب من ترابلوس منحييكم صباح الخير موجود أهل ترابلوس كل اللبنانية موجودين بأميركا وبكل العالم بكل العالم واللي كمان الناس المغتربين اللي ما قدروا ينزلوا هالسنة كمان يعيدوا مع أهلهم اللي حتى الأوضاع صعبة ما علي حاولونوا شوية فرش إذا قدروا يقبضون من البانك هلأ بتشوفي وين صرنا باللبنان بحطولك مثلا فيك تقبض دولار وعملين دعاية جورج لنرجع بنعرف أنه كمانا كورونا أثرت بشكل كتير كبير على مثل ما قلت أنه ريستال السنة ما قدر التعمل ولكن رح تكفي بالنشاطات كمان نيو يير يعني سهرات راس الصنة عم نشوف هيك خجولة كتير خجولة راس الصنة وبعدين العالم يعني بشكل العالم لح ياخدوا ريسك ويروحوا وما حدا أنا عم بلتزم بقصة 30% هلأ صرنا لثلات الصبح يعني أنا بحس أنه كان يحطوها خلاص يفتحوا كان لكل الساعة 5-6 خلاص عادي أنه طليت الصبح الواحد ريح تيصر ما كل شواء من قدر شواء يعني اللي رح يصر رح يضلوا صهران للست الصبح وبيلح يدفع الـ 50 ألف ليرة اللي هي الضبط بس يعني مشكلات الإصابات اللي حتصير بعدنا أنا أنا بفهم نحنا أنا عاشد برة وبعرف أنه برة في دولة بتحترم الإنسان يعني وقتها تقعد سيدة بتقعد سنة بلا شغل في دولة بتساعدك تعطيك بيجيك آخر الشهر بيجيك مع عاشك ألف يورو أعصري بك هون مثلا أنا بفهمهم للمطاعم أوكي أنه بدون يفتح أنا عندي رزق بدي استرزق ولكن فيه ولكن بس ما هني كمان الدولة تعطيهم شي بالمقابل للأصحاب المطاعم للويترز هون الماطرين اللي بيشتغلوا تروح يدفع قصة الجيمة قصة المدرسة تبعولهم أنت بعيد السنة عن سهرة راس السنة أنا هلأ كني يعني بعيد لأنه أصلا هلأ تطلعوا بالقرار لحظة هلأ ماني ماني عامل شي وماني صراحة بهالمود يعني ما بعرف حاسس أنه ماني بهالمود هلأ روح غني بحفلة راس السنة نبقى على عيد سعيد نبقى على عيد سعيد على الحجي أنا بنتظر يعني أنا يعني حتى لأنه حيكون فيه كتير غلاء أغلبية العالم الليبنانية اللي هيكونوا وعيين اللي هيصهروا بمعيالهم يحيصهروا بأماكن تكون شوية مريحة لقلهم بالنظر للكورونا لأنه أنا كتير كتير إصابات بلشنا بالقرار ونطبع بعدين فيه فيه وفاة يعني بشأنه لعبة جورج السنة الماضية أو قبل كان رسالة محبة ترتيلي كانت مظبوط على عيد الميلاد أنا لحنتها وهالترتيلي بحبة كتير لأنه كلمات رفيقتي قاليرحمة ردة خطار توفت كمان فبقى ها دايما تذكر لقلي كل ما ردت له فبقى بتذكره وبحبة كتير كل سنة عيد الميلاد بيكون جورج مصمم على أنه يكون فيه أغنية يكون فيه ترتيلي ايه أكيد لأنه هيدا العيد بالنسبة لقلي عيد فرح وعيد لكل العالم بالنسبة لقلي لأنه سيدنا يسوع المسيح مميز بين مسلم ومسيح ودرز كلنا منعيد كلنا منعيد هيدا العيد وأنا أنا بيسعدني بعيد مع مع أخوين المسلمين بعيد رمضان بعيد يعني فبقى كل شي في عيد فيه بسط وعطاء بعطي مع الكل وبيخد الفرح من الكل وبعطي للكل جورج يعني قبل عيد سعيد كان فيه أيام الورد أيام الورد هيدا لحن عالمي هيدا كلهم بفكروا أنه هو لحن مثلا بس لدليدا مغنيته يما بالإنجليز بس هو لحن تقليدي ترديسيونال روسي وبالإجمال لحن روسي فبقى وكمان طلبت من خاتشيك مرخسيون وكمان يعمل هالتوزيع الحلو الريميكس الحلو واشتغلنا دايما يعني بيكون فيه بالتوزيع الأغنية بتضيعنا يعني متل ما عم تقول هو لحن روسي مظبوط بس أنه بالتوزيع الجديد والكلمات اللي عم بتضيفها عم بتعم الناس ما عم بيقدروا يميزوا لأنه هيدا شو سياسي سراتيجية متبعة من هذا لكم خاتشيك وانا كمان يعني فضل بس هو هو زوي خاتشيك فبقى يعني بيشتغل حرام بيشتغل على العمل طبعوله بقى لي جارج بتيني وقت بس بيشتغل طيعت شي حلو وأنا بالنسبة لقلي بش أنه بست أعمل هيك عمل يلا كل جمعتين أول شي أصلا مديا ما بيقدر تاني شغلة بش حتى لو مديا كد معي بس في البعض بيعتبر جورج أنه إذا أنت طولت شوي على المستمعين على الجمهور رح ينسوا أو رح يغيب أو رح يبطلوا هذا مظبوط فيه سياسين مظبوط فيه اتنين أنا مع الاثنين بس طالقة هلأ إذا كان عندك شركة انتاج عم بتساعد أكيد حلو بس بش أنه كمان كل كل سنة تعملي ست سبعة ما بعرف بعدنا عم نعيش بيجاو شركات الانتاج شركات الانتاج إذا عملتك إذا عملت سوري إذا عملت بسا ست سبعة غاني بتطلع لك غنية حلوة هو ديك سوري ما بين سبعة حتى لكبار بغنوا يعني بيطلعوا غنية غنيتان ففق الأفضل سينجل وهلا أصلا هيك يعني دارج سينجل يكون شغل بالسوشال ميديا يقدر يتوزع بطريقة حلوة هلأ ما صار أحيان يعني مع السوشال ميديا صرنا نقدر نصور فيديو كليب النزلوا على السوشال ميديا يصير أسهل للناس من إنه والبجت كمان اللي تتفعل على التليفزيون صارت أخف على السوشال ميديا هيدا شي ما ساعدكم بلا كتير هيدا مية بالمية ساعدنا وبعدنا يعني صاري الناس في كتير ما بيحضروا تليفزيون أنا مثلا تجي تقليل مثلا ما بحضر تليفزيون قليل يعني أنا بحب بحط أشياء برامج سقفية أكتر بتقليل بفوت على أشياء تقفق فوت على يعني محلي ما بتحضر قليل يعني ما بحضر يعني سوشال ميديا بس ما تتضحك علي بحب لأنه أول ما فوت على السوشال ميديا وبلش بفوت على أشياء كتير مهضومة قليل حمال هند قبل لما وبرهيما رعش اللي بصور أحضرهم هدول تبغول المعلمة والمستاذ وكل حلقة ده صار اللي بفوت بأحضرهم لأنه هن فيه شي مكتوب على الفيسبوك بصور يقطوا بصور يمرقوا أكتر ما معقول يعني كل حلقة برجع بعيدهم نفس الشي ولا يرحم أماليا شو بتضحك كمان فما بتتبع هاي السوشال ميديا ساعدتكن كفنانين اي اكيد بتساعد تسوقوا أكتر وبشكل أوصي انا لو هلا كنت معي بجي مثلا كنت كتير مرتاح كنت يمكن الكليب تابعولي بكل التلفزيونات وابس انا ما كتفي بقول كتير خير الله اللي بحبنا انت بتقول انه بمقابة بقى بتقول انه أنا بحب لأنه هاي دي موهبة وبحبها ما عم بشتغل كرمال المال مية بالمية انا بحب عم بشتغل عم بعمل ريبرتوار لألي عم بعمل ريبرتوار وعم جرب بكبر هالريبرتوار لتلميزة اللي أنا كمان عم بربليهم تعلمون موسيقى شو بتعلمون اي عم بعلمون موسيقى بالمدرسة وللناس اللي تتعرف عليهم عم جرب بكبر شهرتي شوي وشوي قدر تعرف عليك يشوفوا الريبرتوار بعدين اللي أنا عم بقدر أعمله وإذا الله أعطاني أكتر مديا بعدين بقدر أصرف أكتر بس بس ما بلحق أنه شركة الانتاج أنا شركة الانتاج بريبنائك شركة الانتاج ما في مضبوط بديك أنت أنا معي مصاري بريتفعل شركة الانتاج ما في بقى شركة الانتاج يجتقلي أنا بدي أجي أتكفل كل العمل وأعمل ما بقى في صار صعب صار صعب جورج يعني هلأ من بعد هالأغنية عيد سعيد عم بتحضر كمان عشي جديد أنت من الفنانين يلي بيختاروا أنه مناسبة على المناسبة بتعمل الغنية بتلاقي أنه بتاخد صدى أكتر أم لا مش ضرور يمكن بستراتيجية أنه كل شهر شهرين نكون عنا غنية لا أنا هيدا هيدا دايما بديكون عنا هيدا حاضرة بشغلة التانية بحب بحب أول الصيف أنا الصيف عندي كتير بحبه وبحس الناس كلها بتكون ناطرة بتكون تعبين من الشتاء وهو الشتاء كتير حلو بالنسبة بس مش بلبنان مش بلبنان يعني بتنزلي بتكون بتصل بيديك عبشك ما بتنزليك بشي خندة يا ما تعدي تطف سيارتك وتصير عم تسبح أو تفوت الماء على ديوتنا المبلغ عيب الواحد يتضحك هيك شي يعني بس للأسف فبق أنا دايما يا بيكون عندي بهالفترة يا فترة الربيع الصيف كمان رح يكون فكرت فيه إذا رح يكون لحن معروف وإنت يعني هلأ أنا بدي أرجع عم بدي أعمل رميكس لغنية اللي اشتغلتها أنا وإستاذة أحسان المنذر يلا تنرقص وكتبتها صديقة ريندالا جبور هيدا الغنية بدي أرجع عمل لرميكس بتوزيع جديد وكمان من واحد الصيفية يلا تنرقص إن شاء الله أنا قدرك ومع كل أحزاننا وأوجاعنا وهيك يعني عم فكر أرجع عملها ومع توزيع كمان خد شي عم بيسألوك من هنغاريا تضامن فيما يتعلق بالتضامن مع الناس والمناطق المنكوبة بسبب انفجار المرفأ هل رح يكون في عندك تحضيرات لإحتفالات حتى ما يخسروا فرحة العيد أنا حكيوني كذا مؤسسة بس ما فيك ما فيك كونسرت ما في كونسرت بس أنا كنت عم بقول بشين المساعدات لزاكرتا الأدوية شو بقوله كل شي والأكل أهم شي يعني هل أصلا مخلص المقابلة ورايح عندي شغل للتوزيع الاستلم وساعد كمان يعطيك ألف عاف على كل المجهود يلي عم تقوم فيه يعني بدنا نقول إنه على صعيد الجديد هلأ تحضير أغنية للربيع مصبوص ما قلتلي على أبواب الربيع أو ريميكس يلا نرقص يلا تنرقص يلا تنرقص فكرت في يكون فيك يعني أي أغنية جديدة من كلمات وألحان الشعرة بتحب تتعامل معهم ملحنين بتحب تتعامل معهم أم بعدك رح تكفي بهال استراتيجيتك لأ أنا كان عندي حلمي هو كان أستاذ حسان المنظر لأنه أستاذ كبير وبحترمه هالكاريير العاملة ومع كبار الفنانين كان عندي تعامل أنا ويشتغلناها أول أغنية كانت أول أغنية نعم فبقى لحلناها أنا وأستاذ حسان المنظر بس هلأ لا أنا طالما أنا دارس بالكونسرفاتور ودارس بره بفرنسا وعندي الإمكانية أنه لحن واخد أشياء ألحان عالمية قدر أشتغل عليها فبقى بالنسبة لألي لحدي طالما مكتفل بالأشياء اللي عم بعملها لما هجرت مع أنه بتحمل جنسية الفرنسية مظبوط لأنه كلهم هل عم بقلول أنا رجعت من شي فترة ثلاثة أربعة وشهر كتير مرق بأزم لأنه خلص ما بعط عرف مين بتصدق ومين هيدا ومين هيدا فبقى رجعت قال لي بدي أرجع هاجر فبقى شي دايما بيكمشك به هالبلد شو هيدا عمي شو هيدا مع بفهم فقى يمكن ربنا بدوا يني هلأكون هون فبقى أنا دايما بتكرى الله بدك يني يكون هون وكتير وحس خلص إنه صار الوقت برجع بس هلأ حاليا أنا بقي بلبنان ونحنا رح نظل نستمتع بهالأغاني الحلوة شكرا لحضورك سيدة بتشكر كل المستمعين بكل أنحاء العالم بلبنان كمان وكمان بنا نقول عم يشوفونا المشاهدين على شكرا للكم